في كثير من أفلام الخيال العلمي عادة ما يكون الشيء الأكثر تهديدا للحياة على كوكب الأرض هو كويكب يأتي من الفضاء يصدم بالأرض ويقضي على كل شيء ربما هذا ليس مسابعدا تماما عن الحدوث فنحن نعلم مثلا أن سبب الأكثر ترجيحا لانقراض الدانسورات منذ ملايين السنين كان استدام كويكب بالكرة الأرضية وفي عام 2004 تم اكتشاف كويكب يدور حول الشمس اعتبرته ناسا أحد أخطر التهديدات على مستقبل الحياة على كوكب الأرض سمي ذلك الكويكب أوبوفيس ذلك الاسم مستوحى ونسبة إلى الأفعى الشريرة التي كانت ترمز إلى الشر والظلام في معتقدات المصريين يقدر قطر الكويكب بنحو 340 مترا أي ما يوازي طول ثلاثة ملاعب كرة قدم يعتقد أن وزنه قد يصل إلى ملايين أو حتى مليارات الكاليغرامات منذ اكتشاف الكويكب كانت هناك توقعات بحدوث اقتراب شديد بين مساره ومسار ومدار الأرض في عدة سنوات في المستقبل خاصة في عامي 2029 و 2036 وقت قصير ثماني سنوات عن الآن نتحدث عن عام 2029 نحن الآن في عام 1921 لكن فيما بعد تم استبعاد حدوث أي استدام أو تصادم لكن بقي احتمال حدوث تصادم في عام 2068 يلوح في الأفق حتى بشرت ناسا العالم بأن الأرض في أمان بعيدا عن خطر الكويكب أوبوفيس قال ديفيد أو دافيد فارنكونيا العالم الذي يدرس الأجسام القريبة من الأرض في وكالة ناسا يقول أن التأثير المتوقع لم يعد أمر محتمل بعد الآن وحساباتنا لا تظهر أي تأثير خطير قد تتعرض له الأرض على الأقل خلال مئة عام مقبلة عندما بدأت العمل على الكويكبات كان أوبوفيس هو العنوان الرئيسي للكويكبات الخطرة هناك شعور بالرضى لإزالته من قائمة المخاطر المحتملة طيب إلى أي مدى قد يقترب أوبوفيس بالفعل من مدار الأرض في السنوات القادمة هذا التحليم الناسا حول المرة القادمة سيكون فيه أوبوفيس قريبا في عام 2029 هذه هي الكرة الأرضية هذه النقاط والزرقاء تمثل مئات الأقمار الاصطناعية التي تدور حول الكوكب ثم من يمين الشاشة يمكننا رؤية أوبوفيس وهو يقترب أكثر فأكثر من الأرض لكنه يمر مرور الكرام من المتوقع أن يكون البعد بينه وبين الأرض في تلك اللحظة نحو 32 ألف كيلومتر وتمثل هذه المسافة تقريبا عشر المسافة بين الأرض والقمر طبعا هناك من علق على الموضوع على وسائل التواصل وكثير من التعليقات كانت ساخرة ميمو يتنفس الصعداء أنتم كبرين الموضوع أويد نص على الكوكب هيفا نشوا قبل 100 سنة عبدالله الشريفي جزاكم الله خير طمنتونا وحدي ما كنت أقدر أنام الليل عن يصدمنا أوبوفيس طبعا الاقتراب الوثيق سيحدث في الثالث عشر من أبريل عام 2029 وخلاله سيكون أوبوفيس مرئية للمراقبين في آسيا وأفريقيا وأجزاء أخرى من أوروبا طيب ما الضرر الذي قد يلحقه كوكب من حجم أوبوفيس إذا ضرب الأرض بالفعل بحسب بعض الإحصاءات إذا اصدم جسم من حجمه بالأرض سيطلق طاقة مكافئة لقنبلة أقوى بـ 28 ألف مرة من القنبلة النووية شكرا لمشاهدة كاتران دينج سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها ترجمة نانسي قنقر